مشاهدين الكرام ما زالت نماذج القرآن الكريم التي نتشرف بأن نذكرها هنا في برنامج يستفتونك يعني هذه المرأة التي هي نموذج حي لمن يضحون بحياتهم من أجل القرآن ويعملون من أجل القرآن لعل الله عز وجل يرزقها أن تكون من أهل القرآن في الآخر خلونا مشاهدين الكرام نشوف هذا النموذج وفاة أقدم قارئة ومحفظة للقرآن الكريم بمحافظة الغربية عن عمر يناهز 97 عاما نتابع مشاهدين الكرام هذا الخبر الذي يقول يعني قضت 70 عاما في خدمة القرآن والأظهر ينعي تناظر النجولي نشوف الخبر هنا مع بعض مشاهدين الكرام زيون شايفين على الشاشة قضت 70 عاما في خدمة القرآن الأظهر ينعي تناظر النجولي طيب عايزين نعرف من هي هذه المرأة لكثيرين لا يعرفون هذه المرأة تعالوا بنا مشاهدين الكرام نتعرف على هذه المرأة من خلال هذه الكلمات نعي الأظهر الشريف نعي الأظهر السيدة تناظر النجولي إحدى سيدات الإقراء في مصر والتي توفيت أمس السبت عن 97 عام قضت أكثر من 70 منها في خدمة القرآن الكريم تعلما وتعليما قراءة وإقراء حيث توافد عليها الطلاب من كل مكان للقراءة عليها والحصول على الإجازة منها ولدت السيدة تناظر في إحدى قرى مركز سمنوت بمحافظة الغربية في دلت مصر عام 1924 وفقدت البصر في سن مبكرة لكن هذا لم يحل دون تمييزها في حفظ القرآن وكراءاته من طريقي الشاطبية والضرة ورغم زواجها وإن جابها ستة من الأولاد فإنها وهبت حياتها للقرآن الكريم وتخرج على يديها أجيال من القراء ووصلت أداء رسالتها حتى مع اعتلال صحتها في السنوات الأخيرة طبعا أظهر تيفي هذه الصفحة أيضا نعت هذه السيدة وتلك المرأة وقالت سيدات الإقراء في مصر والعالم عن عمر ناهز السبعة والتسعين عاما ارتقت اليوم إلى ربها السيدة المقرأة الشيخة التقية الصالحة العلمة الجليلة البصيرة المعمرة تناظر محمد النجولي إحدى سيدات الإقراء في مصر والعالم قرأت القرآن بالقراءات من طريقي الشاطبية والضرة على شيخيها محمد أبو حلاوة والسيد عبد الجواد وهما من شيوخ الشيخ إبراهيم السمنودي فإسنادها عال جدا وتزوجت وأنجبت ستة من الأولاد وهبت حياتها للقرآن وتخرج بها أجيال من القراء وتوافد عليها الطلبة من كل مكان لنيل شرف القراءة عليها والإجازة سورة السيدة تناظر أن جولي مشاهدين الكرام متابعة على هذه الشاشة تلك هي هذه السيدة التي نتحدث عنها والتي نعاها الأظهر المنزل التي كانت تعيش فيه أيضا تتابعونه الآن هذا هو منزل الشيخة الشيخة تناظر هذا هو المنزل الذي كانت تسكن فيه زي ما انتوا شايفين كده وهذا طبعا بعض من الطلاب اللي كانوا بيقرأوا على هذه المرأة الكرآن الكريم زي ما انتوا شايفين كده بصوا جماعة يعني هي تجلس كما تشاهدون وهي كفيفة البصر أيضا والطلاب يقرؤون عليها القرآن من أجل نيل الإجازة من هذه المرأة الحافظة لكتاب الله عز وجل تعالوا بنا مشاهدين الكرام متوقف مع فضلة الشيخة صام الشيخنا كيف يعني أكيد أي عالم أو أي شيخ أو أي أزهري عندما ينظر إلى أهل القرآن أكيد الخبر بيبقى له أثر في قلوب أهل القرآن والعلماء عندما تفقد الأمة امرأة كهذه المرأة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد لا شك يعني أن وفاة امرأة فاضلة كهذه من أهل القرآن الحقيقة لما بيموت حد من أهل القرآن ومن أهل العلم الإنسان يحزن لأن يعني أنفاسا طاهرة كانت في هذه الحياة فقدها الناس وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ولكن ينتزع بقبض روح العلماء نعم إذا مات العالم أو قارئ القرآن أو الفقيه أو العالم القراءات الناس تفقد بذلك أحد القبسات وأحد المشكات التي ينهل منها الناس نور علمهم ونور التلاوة وأدب التلاوة وهذا العلم الذي يعني انتبه إليه الصحابة حينما أرادوا جمع القرآن كان أول من انتبه إليه وفاة وكثرة استشاراته استشهاد القراء بعد معركة اليمامة لاحظ أبو وكر الصديق والصحابة الكرام أن القتل قد استحر في القراء استشهاد فخافوا فجمع القراء يعني أسباب وفاة استشهاد عدد من القراء حفز الصحابة وشجع الصحابة على أن يجمعوا كتاب الله عز وجل كتابة نعم لأنه في الصدور محفوظ ما فيش في مشكلة لكن ظل الخوف والقلق على كتاب الله أن تطاله يد التحريف نعم ده السبب اللي بيخلي الإنسان يحزن لما بيسمع عن حافظ لكتاب الله خاصة لما تبقى سيدة لأن العلم طبيعة الحياة يعني النساء أقال من الرجال يعني أقال من حيث العدد وإلا فيه نساء كتير بتدرس لكن ما بتكملش يعني هي أزمة أخواتنا من النساء مش لعدم الكفاءة معظ الله بالعكس فيهم نساء يعني أكفاء بشكل كبير جدا لكن العلم يحتاج لاستمرار نعم داوم على البحث والعلم والاطلاع لكن بعض أو كثير من كثيرات من النساء بعد التزوج أو بعد التخرج والعمل حتى لو لم تتزوج نعم بعض النساء تعمل في سلك الأكاديمي أو العلمي الدراسي تدريس وبتتشغل حتى لو لم تجوزت حتى لو لم تجوزت ومخلفت فالقصة ليس قصة الزواج والإنجاب وإلا ما عندنا السيدة الدكتورة عائشة عبد الرحمن تزوجت وعالما وأكملت مصيرتها العلمية نعم الشاهد هنا أني لما بيقى المتوفى سيدة ومن هذا اللو من العلم دا بيكون يعني شيء محزن أكثر لأن امرأة في هذا المجال بتبقى لا شك اختلاطها وأداءها لرسالتها في عالم بني جنسيها من البنات بكل شك دور مهم وكبير وكويس جدا في هذا الوقت الذي تتوفى فيها هذه السيدة وطبع الإعلام لم يهتم لكن الإعلام مهتم بواحد من وعاض السلطان بدون ذكر الإسم مش عايزين نلمعه بشوية اللبس 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 وعملها شوف الحالة فين والحال فين تمام الناس على الفيس وعلى السوشيال وغيره وهو مزقطة بالحكاية دي طيب لكن فمثل هذه المرأة لا ينتبه يعني لم ينتبه إليها الناس وهي حية انتبه بس انتبه إليها البعض بعد وفاتها صحيح فهي مأساة طيب لماذا بنحزن على أهل القرآن لم يموت لإني الإنسان اللي بالذات امرأة عاشت هذه الحياة من ننظر في لبسها في حياتها امرأة متقشفة يعني زاهدة زاهدة عندها نوع من الزهد في زخره في الحياة ومن طلبة الحياة بيت زي أي بيت من الناس البسيطة الحصير البلاستيك والسجادة الصلاة وكان عندها في صورة من الصور بنشوفها بتسمى الواحد وراء السرير بتاعها سرير بسيط جدا اللي هو أهلنا جميع الناس البسيطة المتواضعة صورة سرير عادي ونفس الحصيرة البلاستيك وشوف في هذا السن سبحان الله مسألة لما تحسيبها وتبص ليها لا يعني هذا النموذج من الناس يعني نموذج فريد في الحياة صحيح الناس التي لو أرادت المال طلبتها ولكن سبحان الله بهذه البساطة تعيش المرأة ثم تختم حياتها بها طيب هو الناس بتسأل يعني نموذج القراءة تناظر نقول يعني الناس عايزة تعرف كيف يرفع القرآن أهله في الدنيا والآخر إذا كانت هذه الحياة بسيطة فهل الزهد رفعة آه لا يعني ليه علاقة لا ناس لا تفتكر أن الحال بضل لا إحنا بنتكلم على رفعة الناس في قلوب الناس وقبل قلوب الناس أن تكون عند الله سبحانه وتعالى وإلا تما هي مثلا ما تسألها ما تقول لك أنا عشتي ما هي محتاجة إيه يعني هي محتاجة إيه من الدنيا مش مستورة لا تمد يدها لأحد لا تحتشمها يا عايزة إيه مش بقول لك عايزة إيه يعني بنستئل النعمة لها لا بالعكس مهما اتيت من علم ومال وزخر في الحياة الدنيا لن يسوي شيئا أمام ما تقدم من عطاء للقرآن الكريم نحن بنتكلم من باب الرفعة من باب احترام الناس أن كل الناس يأتي يصغر أمامها مهما كان مكانه مهما كان مكانته صحيح عشان يسمع ونشوف ده أزهري وكان في صورة واحد تاني أخي سلفي أي من كل الطائرات من الطائرات واصلاك الفكرة أو أي أن كان توجه لكن أنا أصد شوف كل اختلاف الأزياء دي واللبس ده نفس المرأة بنفس طبيعاتي بنفس شكلها والكلام ده يعني المرأة يعني هنا هذه السيدة الفاضلة نتقبلها في الصالحين القصة هنا ما هو يعني العز شيخ كشك الله يرحمه لا أنسى له عرض عليه أن يسافر إلى الخليج نعم ورفض جاءت أموال أنا يعني طائلة صحيح من ناس ورفض يعني أموال أموال يعني كان أراد جدا بحياتي قابلت بعض هؤلاء ونالك باسم دول وباسم وزارات ورفض رفض وعاش ومات في شائطه ودير الملاك يعني الشاهد اللي أصده القصة ما يقول لك يعني يعني أين الإكرام ما رابط الإكرام بإيه طبع عنده ملايين لكن يشترط عليك تعالى وشارة ويمشي وصعر خده للناس وتكبر على الناس وبس القرآن بالنسبة له مجرد الصوت وأكل عيش وده إكرام ديهانة طبع وهذا لا يمنع القارئ تالي القرآن إنه ربنا يوسع عليه في الدنيا مالا إنما كل واحد بلوه عايزه يمكن هي سيدي دي الله عايزه مش عايزة أكتر من كده طيب أنا بتذكر ناصد بس مسألة الإكرام مالوش علاقة بالشكل الدنيوي لعلاقة برحته هو هو حاسس بالكرم الله له شكرا خلاص الدنيا بالنسبة له دي ولا حاجة طيب هو كان فيه هذا النموذج أيضا نشاهدنا يعني عشان كده كنت متكلم عن أهل القرآن هذا النموذج السنغال وفاة خادمة القرآن يعني شوف اللقب رائع ما شاء الله خادمة القرآن مريم بنت الشيخ إبراهيم أنياس وهذه المرأة أيضا يعني تتلمذ على يديها الكثيرين وحفظة على يديها الكثيرين كانت في العاصمة السنغالية دكار ونعوها في وفاتها ولقبت بلقب الشيخة مريم وماتت أيضا عن عمر يناهز 88 عاما وهي ابنة الشيخ إبراهيم أنياس الذي يعد من أبرز الشخصيات الإسلامية في القرن العشرين دايما يا شيخنا بيجمع الناس دي كلها زمحة قلت الناس دي ما بتشوفش أي معلومات عنها غير بعد وفاتها للأسف وهؤلاء هم أهل القرآن ما هو يعني ده نموذج مثلا يعني هذه السيدة الفاضلة وده اللي يدينا نموذج مهم يا جماعة نحن حاصر دور المرأة في شيء ضيق وبرضو نفس بص نفس تقريب نفس بساطة يعني يمكن ده أكثر يعني يعني فخامة شوية أقل يعني أو بالنسبة لمجتمعها أهو هو الإنسان ابن بيئته نعم هو أهل مكانها أكرموها وأهل مكان السيدة النظر أكرموها تمام بإيه بما تريد هي صحيح بما تترتاح إليه هي وهو إكرام حافظ القرآن بإيه بين الناس بتكرمه إكراما للقرآن نعم وأنه هو يكرم نفسه بأنه لا يهين نفسه بإهانة القرآن بأنه عامل بأخلاق القرآن يعني هو ده مآمو طيب الناس ما سمعتش آه فليكن سيدنا قتيبة أو لما كان يقاتل أحد قادة المسلمين قصة مشهورة بصاحب النقب صاحب النقب حص تحصن فيه الأعداء الكفار لفترة طويلة فأحد هؤلاء يعني عمد إلى أن يحفر خرقا في النقب ويدخل ويتسلل ويفتح الباب وكان ملثمن نعم فعايز يعرفونه عشان يكفؤونه هو كاد أن يهلك المسلمون أي فنادى القائد مسلمة آسف ونادى بين الناس يعني ليأتيني صاحب النقب ما جاش حال فقال خلص يجيل في خمتي بعد فترة دخل علي واحد ملثم وقال له أنت صاحب قال لا أنا أدلك علي أنا هدلك علي بس عشان الناس تعرف يعني قال له طيب للينا ألبسه لي ثلاث شروط واحد ألا تأمر له بعطاء تمام اثنين ألا تكتبوا باسمه إلى الخليفة نعم ثلاثة إذا أخبرتك ألا تخبر به أحدا يعني ثلاث حاجات تمام لا تدلوا حاجة ولا تكتبوا اسمه ولا حاجة معنوية لا مادي ولا معنوي ولو قلت لك ما تلشه تمام قال له لك ذلك فكشف عن وجهه وقال أنا صاحب النقل سبحان الله فكان مسلم في سجوده يدعو اللهم احشرني مع صاحب النقل سبحانك يا رب فهنا المسألة ليس مسألة إخوانا إزاي يا حبيبي صاحب القرآن ده بيبقى عايز يعيش معاه مش فرق معاه الناس عرفوه ما عرفوهوش الناس وصلوا لا لا ولذلك يعني أذكر قصة حكالنا شيخنا الشيخ حسن عيسى عبد الزاهر الله يرحمه الدكتور حسن عيسى عبد الزاهر عمل أزهر وكان يعني من العلماء الربانيين يعني فبيقول في يوم كان في المدينة المنورة في المسجد النبغي وبعدين فوق بواحد كل ما يروح كان في عمره يلاقي الرجل ده قاعد وفي إيده المصحف فحبك عادة شيخنا لله يرحمه أنه هو يعني يلطفه ويبشر فقال أبشرك بحسن صحباتك لكتاب لأنك أنت يعني مصاحب لكتاب فزت فقال قلت إيه قال له قلت كذا قال له ده شرف لي أنا أصحب الفقاء وقال له أنا أقول لك قصتي قال له أنا كنت وكيل وزارة المالية في مصر وزارة المالية قال له دي بقى كل الوزارات يطلبوا أدها أول السنة المالية عشان الميزانية وقاله قدامه عدد من التليفونات لا تكل طال شترين تمين والأول ما طلعت من المعاش ولا تليفو من دبائرين ولا بقى حد يتصل بي أيها فقررت أن أنا مش هصاحب حد يسيبني لفغنة ولفقر فألم أجد إلا القرآن الله فصاحبته وأنا مصر الأفضل وهذا اللي بقى إيلي نعم ده الشاهد اللي الواحد بصوده أني واحد يقول لك الناس دي وزار هو مبسوط هو مرتاح أي مع كتاب الله ومع هي دي سعدته نعم سعدته أن يراجع ويقرأ القرآن الكريم كل ترطيم يخلص كل أسبوع كل شهر ثلاث مرات هو ده سعدته تمام وإن حد يراجع عليه ونتفضل ده من نسبة له هو ده رحته وسعدته نعم خلاص أكله وشربه ومكفي يعني يعني أصد مش بقول أني آه ولماذا لا وصحيح مفروض نزل تكرم أكتر وتكافأ وما تفكرش في متطلبات الحياة لكن هذا لا يمنع لإن راحت الإنسان وطمأنينته بداخل قلبه يأمم المليونيرات وتعيس مليارات موجودة ومش متستمتع بيها عايش ومريض يعني مرض نفسه ومرض بدن نعم فربنا سبحث الله يتقبل في الصالحين ويتقبل كل حفظ كتاب الله أحياء وأموات في مستقر رحمته وتقبل أعمالنا جميعا اللهم أمين رحم الله أهل القرآن